سهلاً على كل حبيب يا رب دايماً يكونوا بقال في خير وبسحة وسعادة ويا رب كده تكون قناتي على من وعاد بتعجبكو وتنال إعجابكو تعالوا نشوف الخبر ده بقى كده معينا عشان ما تقولش عليكم فتاة روسية تفوز بألز وأشهى مسابقة وتموت في نهايتها فازت فتاة روسية بألز وأشهى مسابقة في موسكو لكنها دفعت حياتها سمناً لذلك عندما اختنقت وهي في العمر الثلاثة وعشرين من عمرها بفطيرة حلوة شهية خلال مسابقة للتناول الفطائر المحشوة بملزة وطوب وقع الحادث يوم أمس السبت في 15 فبراير بأحد البراط الكائنة وسط موسكو حيث كانت الفتاة تجد سهرتها هناك مع أصدقائها وشاركت بعفوية في مسابقة للتناول الفطائر الحلوة الشهية وبعدما تناولت العديد منها قررت عند اقتراب نهاية المسابقة مضغل عديد من الفطائر في وقت واحد لكنها لم تستطيع ذلك واختنقت تسلمت الروح في نفس المكان عدت الفتاة للإنجاز واختنقت وخنقت نفسها بفطار الحلوة الشهية جدا لكن أي من الحاضرين لم يستطيع مساعدتها ونتيجة لذلك فازت في المسابقة التي خنقتها وأكد أطباء الإسعافات لعالج العجلة الذين تم استدعائهم على وجه السرعة حيث وفاة الفتاة الفائزة بالمسابقة خنقا وفطار الحلويات فور معينتهم له طبعا حاجة غريبة جدا هي أصلا ليه بتعمل حاجة زي كده بدم يعني هي مش هتقدر أن هي تاكل الحلوة كلها في وقت واحد يعني كان إيه اللي غصبها لكده يعني مش مهم دي المسابقة يعني حتى لو مفازتش في المسابقة دي ممكن تفسه في المسابقة اللي بعدها مش شرط مش لازم يعني حاجة غريبة فعلا مش عارفة الناس دي بصراحة بتتصرف ازاي ولا حتى بتفكر ازاي بتعمل كده ازاي في نفسها ايه وطبعا هنتظر أن أسمع رأيكو يا حبيبي بقسم التعليقات وبشكركم جدا طبعا على تعليقاتكم الحلوة الجميلة ولايقاتكم الأجمل ايه بتشجعني أكيد أن نقدم لكم كل جديد مع السلام اشتركوا في القناة